خمس دقايق مفترض ان انا اتذكر فيهم احداث كتير جدا يمكن الاحداث دي بتبدأ اللي عايز اتكلم فيها تحديدا من يوم او من شهر 6 2012 لحد شهر 6 2013 يعني انا عايز اختصر 12 شهر اللي 12 شهر دول افتكر منهم ايه يا ترى افتكر منهم الانتخابات اللي كانت قبلها واللي كان مترشح لها مرشح الاخوان وما اطلق عليه اجتماع فيرمنت اللي انا اتذكر كويس جدا ان انا وصفته على الهوى باعتباره الاجتماع البائس واللي ابيت استعجابي واندهاشي الشديد ورفضي الكامل من اتفاق فيرمنت واندهاشي الشديد من بعض الشخصيات اللي انا اجلها واقدرها بانها تنضم لهذا الاجتماع ولا افتكر يوم اعلان النتيجة لما كنت انا ساعتها على الهوى وكنت مكلف انه ابقى من ضمن فريق العمل اللي بيشتغل على اعلان نتيجة انتخابات الرئاسة في مصر يوم 36 2012 واللي للأسف فاز فيها محمد مرسي ومتذكر كويس ان انا اعلنت النتيجة وبدأت فيه نزيف من الانف فخرجت الى زميلي العزيز والصديق البرت شفيق رئيس قناة اون انا ذاك والان لانه كان فيه فترات كده ايه يعني حاجات كتير حصلت لنا المهم واول ما شافني قال لي روح وخدلك اجازة يوم ليه؟ لان انا ضغطي ارتفع لدرجة كانت تنزر باما جلطة او انفجار في الاوعية الدموية لانه مرسي فاز ولا اتذكر لما سمعت الاعلان الدكتاتوري المكمل بتاع محمد مرسي وكنت وقتها في حزب التجمع بشارع كريم الدولة في وسط البلد ولا اتذكر الاتحادية 4 ديسمبر المتبحة جبنا ناستو يا معفنين ولا اتذكر واحنا بنأسس الطيار الشعبي وكنا مجموعة كبيرة جدا بتبثل تقريبا اليسار المصري سواء اذا كانوا يساريين يساريين زي حالاتي او قوميين ناصريين زي شخصيات اخرى وبعد كده دخلنا كمجموعة في تشكيل ما هو اكبر وقد يكون اكثر اهمية فيما بعد ذلك كان اسمه جبهة الانقاذ تشكيل بقى وقتها ما كانش بس بيضم اليسار وتم اختياري كواحد من اعضاء المكتب التنفيذي لجبهة الانقاذ الوطني تشكيل كان بقى فيه يسار على ليبراليين على اشتراكيين على ناس تقدر توصفهم بانهم يمكن عاشوا عمرهم كله حزب الكنبة لكن في لحظة فارقة خدوا القرار انه لا يمكن ابدا شخصيات عامة صحيح لكن ما كانتش يمكن مهمومة اوي بالسياسة ومع تشكيل جبهة الانقاذ وكأنه اصبح قرار واشتغل الكل على انه لازم نوصل باي شكل من الاشكال لاسقاط حكم محمد مرسي او بالادق اسقاط حكم مكتب الارشاد في مصر الثورة اللي كانت لازم تقوم في تلاتين ستة واللي دخلت عليها رهان انا وعبداللطيف زميلي مدير التصوير وشخصية ثالثة اعفيها من ان انا اذكر اسمها دلوقتي لأسباب عدة الشخصية الثالثة كانت شايفة انه محمد مرسي والاخوان حكمهم قد ينهار في نهايات الفين لا منتصر الفين واربعتاشر وطرهننا انا ولطيف من جانب عبدالطيف بقوله يا لطيف انه لا ده هيقع ان شاء الله قبل رمضان ومش هيكمله السنة وخرجت الجماهير يوم تلاتين ستة علشان تقول مصر له شرقية وله غربية وله اسلامية ولا مسيحية ولا يهودية ولا بوزية ولا هندوسية ولا زرادشتية مصر يجب ان يحكمها المصريين مصر مش هتميل لأي تنظيم ديني ايا كان شكله مصر محدش هيكبلها ولا يقيدها ولا هيفرملها ابدا مصر بقدين المصريين هتحكم وبقرار المصريين هتحكم من هنا هتشوفوا فيلم اسمه القرار مبني على قرار المصريين قرار الجيش المصري يا ترى المصريين قرروا كده ليه يخرج تلاتين مليون مواطن علشان يكسروا وينهو حكم الاخوان عن بكرة ابيه ويخرج الجيش المصري يؤيد هؤلاء المصريين حاميا للشعب وللأرض وللدولة فيتم اتخاذ ما تستطيع ان تقول عليه قرار قرار واحد قرار من شعب ومؤسسة بانه تحصل تلاتين ستة وتنجح تلاتين ستة ونقف امام حضراتكم النهاردة ونشوف القرار موسيقى